إسرائيل على جهاز تنفه الصناعي في عامها الثمانين في مايو عشرين وعشرين كتب رئيس الوزراء الأسبق يهود باراك مقالة في صحيفة إسرائيلية اسمها يدعوت أحرانوت اتكلم فيها عن عقدة العقد الثامن اللي بتقول إن بعض الدول لما بتوصل لسن الثمانين بتخرف وبتترحل وبتواجه تحديات داخلية وخارجية تجعلها في النهاية تنهار وضرب أمثلة من تاريخ إسرائيل تحديدا وقال إن إسرائيل في تاريخها لم تصمد لليهود دولة حتى سن الثمانين إلا مرتين وحتى في المرتين دول بدأ تفققها في العقد الثامن والقضية من وجه نظره ليست قاصرة على إسرائيل بل أمريكا نشبت فيها حرب أهلية في العقد الثامن من عمرها وإيطاليا تحولت إلى دولة فاشية في عقدها الثامن وألمانيا تحولت لدولة نازية في عقدها الثامن وكانت سببا في هزيمتها وتقسيمها وفي العقد الثامن أيضا من عمر الثورة الشيوعية تفكك الاتحاد السوفيتي وانفرط عقده يبقى دي وجهة نظر واحد لكن هي وجهة نظر فردية؟ لا ده برضو اللي قاله رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت قال إن دولة إسرائيل بتقف أمام اختبار حقيقي ومفترك طرق تاريخي فقد تفككت إسرائيل مرتين في السابق بسبب الصراعات الداخلية ونحن نعيش الآن حقبتنا الثالثة يعني اللي بتواجه نفس التحدي ومع اقترابها من العقد الثامن تصل إسرائيل لواحدة من أصعب لحظات الإنحطاط التي عرفتها على الإطلاق انتقلت بس روح لنتنياهو قال أنه سيكتهت كي تبلغ إسرائيل عيد ميلادها المية لأن مسألة وجودنا مش مضمونة وليست بديهية فالتاريخ يعلمنا أنه لم تعمر دولة للشعب اليهودي أكتر من 80 سنة إذن المجتمع الإسرائيلي يعيش على جهاز تنفس صناعي بسبب الانقسامات الداخلية بين الأغنية والفقرة بين الأشكناز اللي هم يهود أوروبا المسيطرين والسفرديم اللي هم يهود الشرق وضف لهم كمان الفلاشة اللي هم اليهود الأفارق وكمان بين المتدينين والعلمانيين في فجوة ضخمة بما يفضي في النهاية إلى أن إسرائيل مرت بخمسة انتخابات برلمانية في آخر أربع سنين ليه؟ نتيجة الانقسام اللي ما بيخليش فيه أغلبية واضحة تقدر إنها تحكم ويضاف إلى ذلك أن الرأي العام الغربي لم يعد على نفس درجة الدعم الإسرائيل مقارنة بسنوات مضت فوسائل التواصل الاجتماعي في الأزمة الحالية تسياست بل تعربت ودافعت عن المظلوم بعد أن اكتشفت أنه مظلوم لأن الإعلام الغربي التقليدي المملوك لأباطرة المال الصهيوني الصهيوني يعني المؤمن بالعقيدة الصهيونية اللي بتدافع عن مصالح إسرائيل ضد كل حد ممكن أنه يعارض إسرائيل وبالتالي كان هذا الإعلام التقليدي اللي هو مش السوشيال ميديا طالما وضع إسرائيل في خانة الدولة الديمقراطية التعددية المتقدمة المحاطة بكتلة من البرابرة العرب الطامعين في إسرائيل المعادين لها بل إن واحدة من أغرب أسلحة العرب كانت موجة التطبيع مع إسرائيل من قبل بعض الدول العربية والتي جعلت الكثيرين في الغرب يقتنعون بأن الأسطورة الإسرائيلية بأن كل العرب أغيار وكل الأغيار أشرار وكل الأشرار أضرار يعني بيعملوا على ضرر إسرائيل اتضح إنها غير حقيقية وإن في دول عربية معتدلة متقبلة فكرة وجود إسرائيل في النيبر هد العربية في المنطقة العربية حماس ممكن تكون وحدة إسرائيل جزئيا ومؤقتا ولكنها ستعمق حتما للانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي لما تتوقف القنابل وتصمت الأسلحة وتجف الدماء وتطور التساؤلات في المجتمع الإسرائيلي من نحن حقا وما هي حدودنا من هم أصدقاؤنا ومن هم أعداؤنا وهل يمكن أن يطمئن الإسرائيلي وجار مرعوب هل يمكن أن ينام الطفل الإسرائيلي هانئا والطفل الفلسطيني يأنه باكيا هل يمكن أن نكون أفضل لمجرد أننا معنا أسلحة أقوى هل نتخلى عن الأرض مقابل السلام والأمن والأمان والإطمئنان كما يقول معسكر السلام الإسرائيلي أم أن السيطرة على الأرض والمزيد من الأرض هو الأمن والأمان والإطمئنان كما يقول معسكر المتدينين إسرائيل بتواجه أسئلة أكبر من قدرة قيادتها الحالية المنقسمة والطامعة من الإجابة عليها إسرائيل على جهاز تنفه الصناعي من وجهة نظرها هي عارف أن فيه ناس سمعاني دلوقتي وبتقول آمين وكأني بقول دعاء وعارف أن فيه ناس تانية سمعاني دلوقتي وبتقول مش هيحصل ده كله كلام هراء سواء كده أو كده لكن حماس أثبتت أن إسرائيل أضعف كتير من الصورة اللي كانت بتصدرها للأصدقاء وللأعداء